بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه وقولي بداية أحب أرحب بجميع المدربين العرب على جميع المستويات سواء على مستوى الفرق أو مراحل الناشئين أو على مستوى المنتخبات القومية وقبل ما نبدأ محاضرتنا نترحم على شهداء أهل فلسطين وندور ربنا سبحانه وتعالى اللهم ارزق أهل فلسطين السباتة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم وارحم شهدائهم يا أرحم الرحيمين أعرفكم بنفسي أنا وسام جابر المدير الفني السابق لمنتخبات مصر 3X3 سواء على مستوى الناشئين أو على مستوى الفرق السينيور تيم مستوى المنتخبات القومية كان لي أشرف أن أنا شاركت بمنتخبات مصر في العديد من البطولات على مستوى أفريقيا وعلى مستوى كاس العالم وأوليمبيك جيمز للشباب في سنجابورة 2010 يمكن في البداية كان لسه ما فيش انتشار لـ 3X3 وكان الاعتماد على المجهود الشخصي وتجميع الداة وتجميع البيانات حوالين الفرق وحوالين الدريلات اللي تبقى مفيدة للمراحل السنية المختلفة ليأشرف أن أنا أكون معكم النهاردة وحاول أن أقل لكم بعض الخبرات خلال السنين اللي فاتت كلها والتطور الكبير اللي بيحصل سنة عن سنة في 3X3 ووصولها للأوليمبيك جيمز بداية من توكيو 2020 لأنها هتبقى موجودة إن شاء الله في فرنسا 2024 ونتمنى أن الداة اللي مجمعة في البرزنتيشن إن شاء الله أنها هتبقى مفيدة لجميع المراحل السنية سواء للمدربين اللي شغالين على المراحل الميني باسكت أو المراحل الناشئين أو على مستوى المنتخبات القومية لأن 3X3 هي بتعتمد على السكيلز وعلى المهارات وعلى الأساسيات في تعليم المهارة سواء الـ free through سواء الـ one-on-one situation سواء الـ percentage في الـ jump shots في point المستوى الدفاعي المستوى الهجومي تسلسل اللي هنتكلم فيه هو تسلسل المهارات المرحلة بنبدأ بأنه مهارة في الأول علشان نوصل في الآخر لأن إحنا يبقى عندنا مجموعة من اللاعبين عندهم كم من السكيلز سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي عنوان المحاضرة بتاعتنا النهاردة 3X3 outcomes بنتكلم فيها عن المخرجات أو إيه اللي انت مطلوب منك كمدرب علشان خاطر تبتدي تشتغل وده هيبان في سرد الـ presentation علشان خاطر تاخد إيه اللي انت تعمله على مستوى الـ offense وإيه اللي انت بتعمله على مستوى الدفاع علشان خاطر توصل باللعبة بتاعتك لـ performance عالية تقدر تشارك بيها في البطولات سواء على مستوى الوطن العربي على مستوى أفرقيا أو على مستوى بطولات كاس العالم 3X3 outcomes إيه اللي انت مطلوب منك كمدرب سواء في مراحل الناشئين الصغيرين من سن 7-8 سنين لغاية 12-13 سنة الميني باسكت أو مراحل الناشئين أو حتى على مستوى المنتخبات إيه اللي انت مطلوب كمدرب أن تشتغلوا أو تعملوا علشان خاطر تجهز فرقتك لأن انت دورك الأساسي دايما بيبقى في مرحلة الإعداد قبل البطولات وبعد كده بيبقى دورك دور تاني سواء as a coach or as a team leader خلال البطولة ذات نفسها كل الشغل اللي انت بتشتغلوا وبتجهز بفرقتك قبل البطولة هو ده اللي بيبقى نتاج أداءهم خلال البطولة لأن احنا عارفين إن في 3X3 المدرب أو المدير الفاني بيبقى قاعد في المدرجات فعلاقته باللعيبة تكاد تكون تنتهي فاللي انت اشتغلته واللي انت اتمرنت عليه واللي انت جهزت عليه فرقتك هو اللي هيظهر خلال المباراة 3X3 outcomes قبل ما ندخل على الأوتكمز هندخل الأول على حاجة مهمة قوي وهي how to select your team helpful hint هديك أربع حاجات هتساعدك في الاختيارات أو أربع حاجات لازم تكون هي من مواصفات اللعيبة اللي انت هتختارها عشان تبقى هي دي فرقتك نمرة واحد اللازم يبقى عندك في الفرقة great shooter لازم عندك لعيب الpercentage بتاعته في ال three point عالية sharp shooter سواء من الموشن أو من ال off dribble أو من ال screen and ball whatever ايه طريقة الشوتينج بتاعته ايه لكن لازم يكون عنده variety كتير قوي في الشوتينج ولازم يبقى عندي لعيب power post player بقدر يلعب من baseline لل baseline لعيب يكون طويل ويكون عنده مواصفات post move تحت الحلقة لكن في نفس الوقت لازم يكون لعيب خفيف ما يبقاش لعيب تقيل الا ان انا في ال three x three بعتمد كتير او بعض الاوقات على ال switchات يعني يقدر يتعامل في ال defense على مستوى الدفاع لما اعمل switch يقدر يتعامل مع لعيب قصير مع لعيب عنده بولهن كويس اقدر ان انا لما اعمل switchات ما يبقاش عندي drop في ال defense لعيب يتميز يبقى عنده second shot سواء على مستوى ال offense أو defense عالي لازم يبقى عندي great defender لازم يبقى عندي لعيب من مواصفاته اللي هو defender قوي يقدر ينا استغله على مستوى الدفاع ان انا اوقف لعيب في الفرقة التانية لعيب key player في الفرقة التانية لعيب shooter لعيب dasher لعيب عنده بولهنج عالي قوي لازم اتعامل ازاي على مستوى الدفاع معاه يبقى لازم يبقى عندي بعض اللعيبة من المواصفات طبعا لو المواصفات دي مميزة في ال 4 لعيبة تبقى حاجة كويسة جدا لكن لازم يبقى عندي منهم من السليكشن اللي انا بختاره في ال 4 لعيبة بتوعيد لعيب وهم قوامل فرقة بتاعتين يبقى فيه لعيب defender قوي لازم يبقى عندي all star player all star player ده على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع عنده بولهنج كويس عنده شوطة زي بمنون عليه لعيب يقدر يلعب inside وoutside يقدر ان انا استغله في جميع المواقف يقدر يمسك بيجمان يقدر يتعامل مع المواقف الخلال الجيم وده بيبقى لعيب مميز وعنده control bullet عادي 3x3 outcomes دي الاساس في السليكشن بتاعنا النهاردة واحنا بنتكلم على المخرجات اللي انا بشتغل عليها على مستوى تجهيزي للفرقة بتاعتي على مستوى الدفاع وعلى مستوى الهجوم نمرة واحدة نتكلم offensively يعني على مستوى الهجوم انا مطلوب مني ان انا اشتغل على ايه وطبعا انا لما هاجه هأسرب دلوقتي بعض الحاجات الاساسية انا هتكلم من المراحل السنية الصغيرة لغاية مراحل المنتخبات يعني انت بتبتدي تعلم ايه وتبتدي تبقى مركز على ايه في شغلك وعلى فكرة هو ما بيختلفش كتير لان انت اللي انت هتجهز بيه سواء ولا صغيرين مراحل سنية صغيرة هو هو نفس الشغل لو انت بتشتغل للمنتخبات بتاعتك لازم تسترس عليه الفرق كبير ان هو مع المراحل الليبل الاعلى بيبقى شغل التكتك بيبقى فيه اكتر شوية نمرة واحد من الحاجات المهمة قوي عشان تجهز فرقتك ان انا لازم اعلي الوان ان وان سيتيويشن سكيلز لازم اعلي الانديبيديو الاسكيلز بتاعت اللعيب بتاعتي البول هانلين سكيلز الوان ان وان سيتيويشن عالي مواقف الهجوم الواحد على واحد زي اللعيبي يقدر يلعب ويوصل للحلقة من الالعاب السريع جدا مش بتحتاج عشان فاطر توصل للحلقة لازم اللعيبي بقى اعلى عدد ممكن من الدريبل وبمهارة سريعة وباستخدام الفوتورك بتاعك يبقى تركيزي على ان انا عالي الاسكيلز الاساسية للوان ان وان سيتيويشن لللعيبة بتاعتي على مستوى الهجوم دي اول اولوياتي في المخرجات اللي انا هتطلعها من شغلي من خلال الوحدات التدريبية اللي انا بحطها لللعيبة بتاعتي free through principles to increase individual percentage and team percentage يبقى من من الحاجات الاساسية في سري اكس سري ان انا لازم اعلي نسبة الفوتورك عند اللعيبة بتاعتي لازم من البداية اعلمه ان هو يشوت بستايل صح لان انا مقتنع تماما ان انت علشان تعلي نسبة اللعيبة بتاعتك نمرة واحد لازم تثبت ستايل للعيب لازم يبقى في ريبيتيشن كتير لازم يشوت كتير جدا بس من ستايل سابت بحيث ان انا لو اخدت كدر photo session لعشر رميات free through فعل شوتينج للعيب يبقى نفس التكنيك الستارت بتاعي نفس التكنيك الفينش بتاعي نفس التكنيك الفلو سو بعد ما بخلص الكرة بتاعتي للعشر كدرات هو هو سابت لو انا سبت الستايل للعيب بتكنيك صح بعد كده هبتدي ان انا اعلي النسبة الشوتينج بان انا بعمل كتير والسن الصغير بالذات لازم اعلمه how to catch the ball ازاي ان انا بمسك الكرة بتاعتي ازاي بحافظ على الكاتش بول وازاي بعد ما بخلص الكرة تبدأ follow through ورا الكرة بتاعتي لان احنا متفقين ان بتخلص في 3x3 وممكن انها تبقى من اكبر ال اللي انا بجيب منها score من خلال الجيل انا لما بتكلم ان انا بقول inside and outside the 3 point arc لان انا ما يشبع عندي لايبقى عنده 8-9 سنين وهقول له تعالى شوت من 3 point على طول من غير ما انا اكون مجهز الاول واجهز العضلات بتاعته ويبقى وصل للمرحلة ان هو يقدر يعمل يعمل من من بره 3 point يبقى ان انا بعمل ل ل سواء من الحركة او من او من وان انا اعمل على طول السريع بتاعي او ان انا طالع من او ان انا طالع من سريع ان انا طالع اخد الكرة بتاعتي وطالع على سريع لان احنا بنتكلم برضو على عنصر الزمن مهمة قوي في الشوتة بتاعتك كلما الشوتة ما بتكون سريعة كلما بيكون التكنيك بتاعك وال بتاعك كويس نفس الكلام زي ما قلنا في هتعلي نسبة بان انت بتشوت في مواقف لعبة مختلفة كتير قوي هتعلي اكيد بتاعت اللعبة بتاعتي دي من الحاجات المهمة قوي ان اللعبة بتاعتي تعرف وتتعلم ازاي تتحرك من غير كورة من غير الاول لما بيحصل انا بروح فين لما الراجل اللي يضرب من الاتنين اللعبة التانية بيتحركوا ازاي لو الراجل درب من الميدل اللي اثنين اللعبة بتطوها هيتحركوا ازاي الحركة بتاعتي ساعة اللعبة اللعبة بيعملوا ايه ازاي بيحصل اللعيب اللعيب اللي فضى بتاعه ازاي بيحصل ان انا لما الراجل يعمل ازاي بعمل اللعبة 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 وروح افتح لنفسي فرصة كلما اللعب الصغيرين بالزاد بعلمهم بيبقى دخلاص وفكر ثابت عند اللعيب هو ازاي يتحرك ساعة ساعة لما زميله اللي مع الكورة يبتدي يتحرك ويروح على البسكت هو هيروح فين هو هيتحرك ازاي هيفتح لنفسه ازاي الانجل للباسح عشان تجيله الكيكا والباسح هيفتح لنفسه ازاي الانجل انه لو زميله دخل على البسكت ازاي يروح على الساكن شوت والساكن من خلال تحركاته في الملعب وكل ما اللي عيب يبقى عنده تحركات ومحافظ على كل ما بيبقى صعب الدفاع على الفرقة اللي عندها جود من الحاجات المهمة ودي لازم بنعلمها من السن الصغير حتى في مراحل الناشئين وفي مراحل على مستوى المنتخبات استخدام دي من الحاجات المهمة جدا سريع جدا لو انت عندك الفاست كات سريع وبالذات مع ومع اللي بيتلعب على مستوى الفرق تقدر انت تاخد باك دور كات بمنتهى السهولة تقدر انت تاخد بمنتهى السهولة بناء على الموقف اللعب ما باعلم اللعبة بتاعتي ان انا ازاي بباص الكورة وازاي بقطع ولما الراجل بيقطع بيستنى ازاي في الويتنج ايريا عشان خاطر يحاول ياخد الكورة ويستغل من خلالها الميسماتش لو انا الراجل اللي مسكني قصير يبقى انا الويتنج ايريا هي المنطقة اللي تحت الحلقة بعد ما بقطع لو انا ما خدش الكورة ازاي ان انا بوصل تحت الحلقة عشان اكشف الميسماتش ان لو انا اطول من الراجل اللي مسكني اخد بوسط عليه وابتدي اخد الكورة وابتدي يلعب وبناء على القرار لو مفيش ميسماتش لو راجل اللي اخد الكورة انا هفتح عشان ياخد الكيكاوت هفتح له الملعب عشان او المان بتاعي عمل هلب عليه قدر ان انا اخد كيكاوت طبعا كل الكلام دوت هو ليه شغل كتير قوي في الملعب بس احنا دلوقتي نوعا ما بنتكلم في محاضرة نظري فطبعا اتمنى ان احنا الاتحاد العربي يوفر لنا الفرصة ان احنا يبقى فيه الشغل العملي في الملعب هيفتح لنا اكتر مجال لان احنا نقدر نتكلم في والحاجات البسيطة الاساسية اللي احنا بنعلمها في الذات للولادة الصغيرين عشان خاطر يتقن والموف بتاعه ويبقى الشغل بتاعه اكتر اكتر تاني حاجة بعلمها بعد الوف سايد سكرين رولز ازاي ان انا بعلم اللعيب بتاعي ان انا لما يحصل الوف سايد سكرين لما لما بطلع الكور اروح اعمل اوف سايد سكرين وانا قلت انا برتب المهارات الاساسية بتاعتي والشغل بتاعي بناء على اللعيبة اللي انا اللي انا ماسكها او المرحلة السنية اللي انا ماسكها لان انا عمري ما هشتغل مع لعيب صغير هتديله اول حاجة هتديله ازاي اتعمل بالسكرين احنا اول حاجة قلناها بعد كده بعد كده بعد كده عشان هستغل منه حاكتين لما واحد الراجل المعاكور ده هو عنده يقدر يلعب فيها عشان هو يتعامل مع الراجل اللي مسكه وعندي الويكسايد النحا التانية فيه هستغل الوف سايد سكرين فيه ان انا ازاي يعلم العيب بتاعي ان هو يعمل الوف سايد سكرين صح ازاي للراجل اللي طلع من سكرين ياخد سواء رايح على على عشان ياخد باصة يروح على او او اخد البمب وطلع على عشان ياخد ازاي ويكشف الميسماتش تحت الحلقة فدي من الحاجات الاساسية اللي انت لازم تعلم اللعيبة بتاعتك وتمرانهم عليها بعد كنوع من انواع الوفينس الكلير ان هو مواقف اللعب الطبيعية في الملعب من غير ما حط لسه خطة او اي حال من الحاجات المهمة او ان انا ابقى فاهم كويس اعلم اللعب بتاعي ازاي بيستخدم الاند او ازاي بيستخدم الاند او او الرجل اللي اخد الاند ازاي يروح بسرعة على البسكت لان الاند او يعتبر بداية من بعض انواع الحلول في اللي بتدينا او حلول ومواقف لعب بتعتمد على اللعبة ما مدى زكائها واستخدامها ورؤيتها للديفنس سواء الفرقة بتلعب عليها سويتش سواء الفرقة بتعمل عليها كونتين في الاند او بيتشتغل عليها بادي كونتكت فلازم يبقى بيتعامل او من الباس هاند على طول ازاي بتعامل كموقف هجومي ان كل الموقف الهجومية اللي انت بتمرن عليها اللعيبة بتاعتك بعد كده هنروح ازاي هندافع عليها يبقى انت ان مرة واحد بنبدأ بشغل بتاعك ان انت بتعلي على مستوى الهجوم زي ما قولنا بالترتيب كده ال سكيلز ال وان وان و جام شوت وال هوت موف وزا 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 بعد كده دخلنا على دريبل هند اوف واتكلمنا على ال باس هند اوف كل الحاجات دي رسختها كمواقف هجومية وعملت لها دريلات بتاعتها والشغل بتاعتها عشان اللعبات تقدر تهدمه كويس قوي في حتة مهمة قوي لازم يبقى الكونسرط ده موجود عند اللعبة ان انا هي من الحاجات الاساسية لان في مواقف كتير قوي بتعتمد على ان انا بخلص بشوت كتير لو انا اللعبة ما بتخش اشتلم يبقى انا بعمل في الهاجمة بتاعتي مش هادر ان انا ااخد يبقى لازم اعزز ان في كل شغلي وانا بعمل الدريلات بتاعتي وانا ببني السيستم بتاعي ان اللعبة دايما تفايت في وتخش في من المهارات الاساسية والمهمة جدا في مواقف وبتخلص مباريات كتير قوي مجرد ان انا كرة الشغط تتجل الرجل اللي لم حط الكرة بمنتهى سهولة لان ده ما بيحتاج انه يطلع بره بيحتاج ان هو مجرد يقدر يجيب بسكت بمنتهى السؤول اخر حاجة خالص بعلمها بعد ما اللعيب لان انا مش ممكن ابدأ بال وابقى لغيت الحلول والفرايتي بتاعت اللعيب لان انا معتمد دايما ان هو ان انا بساعد اللعيب انه هو يضرب ويعدي باستخدام الا الاول خليه اتباد على نفسه بعمله يبتدي يلعب لوحده بعد كده اخر حاجة خالص بعلبها وازاي باستغل الاسكرين امبول ده ان انا اقدر اطلع منه حلول سواء من الراجل يضرب ويروح على البسكت سواء الراجل اللي معه كرة ياخد سريع سواء الراجل اللي عمل سريع وياخد كرة تحت البسكت ويخلص لو الفرقة بتعمل سويتشات ازاي ان انا اكشف الميسماتش ساعة الاسكرين امبول كل دي مواقف لعب لازم تحفظها للعب بتاعتك ويبقى لها عندهم حلول واستخدامات كتير للسكرين امبول في مواقف المختلفة عشان الخطر يبقى عندهم قوي وبقى فيه هارمني ما بينهم خلال مواقف اللعب المختلف طبعا فيه حتة مهمة قوي ودي حاجة اللي نسبة اغفالها ان انا لازم عندي سريع ازاي ان انا طلع بسرعة من بعد موقف الدفاعي وبعد ما مدافع وعملت سواء كورة جات بسكت او ان انا عملت ازاي تحول بسرعة سواء ويبقى عندي سبتا اللعيب اللي لم الكورة او اللعيب اللي قطع الكورة هو اللي بيقول الكول دايما لل بتاعنا لشان خاطر يبقى الحركة بتاعتنا سريعة ويبقى كل اللي يعرف التحرك بتاعه فينه والموقف الهجومي بتاعه هيكون فينه يبقى من الحاجات المهمة قوي ان انا اعلمها للعيب بتاعي ان بعد ما يخلص واجبه الدفاع كويس قوي ويلم الكورة لازم يبقى سريع اللي هو ان انا طلع بتاعتي بسرعة سواء طلعت او طلعت انا بتادي بتاعي بسرعة عشان فاطرة اقدر اجيب بسكت سريع قبل الفرقة ما تنظم دفاعي على مستوى الدفاع كل الشغل اللي انت مرنت عليه على مستوى الدفاع هنبتل نتعامل معايا على مستوى كل الشغل انت شغلت عليه على مستوى الهجوم هنتعامل معايا على مستوى الدفاع ازاي زي ما احنا معلينا الone on one situation skills in offense improve one on one defensive situation skills لازم اعلم واكد على الدفاع الدفاع القوية بتحتاج اللعيب يكون قوي شوية ويقدر يتعامل بقوة شوية لانها بيسمح فيها للعنف شوية مش العنف نقول عليه البادي contact اكتر فازاي تستغل جسمك وازاي توقف الراجل اللي انت ما سكو ما تخلوش يوصل للبنت او يوصل للحلقة بمنتهى السهولة لازم تشتغل كتير قوي على الone and one defense لازم لازم لقي بتاعك يبقى فاهم انه مش مش مطلوب انه زميل تعمل عليه انت في بعض المواقب بتشتغل no help defense يعني انت مسؤول عن الراجل بتاعك وخصوصا لما فيه فرقة فيها اطوال كتير او فيها ناس في الكيكاوت وقفة على الشوطة بتاخد كيكاوت بسهولة على الشوطة من باستغلال ال weak side help يبقى انا لازم اعلم اللعيب بتاعي انه ازاي يتحرك how to move one on one defense without any help ان انا عمل مع الراجل ده موقف الدفاعي انا وانت one on one situation هعلي بتاعي هشتغل دريلات كتير قوي عشان اعلي التحرقات الرجلين للعائب بتاعي ازاي يستخدم جسمه ازاي تستخدم ال body contact دفاعه مع الراجل عشان يوقع الدفاع زي ما علمنا في الهجوم ال space offense ومما ده اهميتها هنعلم في الدفاع لما الفرق اللي قدامي بتبقى منظمة ومحافظة على بتاعتها ازاي انا بكسر تكسيري بال بتاعي بان انا بضغط على الراجل بقوة بان انا ما خلهوش يروح للاريا او اللي هو عايز يروح لها الراجل عايز يستلم عايز يستلم على لا انا بضغط عليه خلي يستلم ابعد مسافة ممكنة عن عايز يعمل دي كلها تكسير بتكسر بتاعت الفرقة بين خلال على الراجل اللي انت مسكه وان انت دايما بتأكد في بعض المواقف ان انت بتبقى محتاج ان انت تعمل للهلب عشان خاطر تبقى بتمنع تماما لبعض اللعيب المميزين هل هستغله ولا لا هل ان انا هشتغل لا قوي من غير هلب كل الكلام ده انت بتخطه بعد كده فلسفتك لقدرتك المباريات بناء على الفرقة اللي انت بتعمل لان زي ما علمنا في الوفنز لازم هنتكلم عليها تاني في الوفنز ازاي ان انت توقف الكت ازاي تمنع الرير كت ازاي تمنع الفرون كت ازاي تمنع ان الراجل ياخد عليك تحت الحلقة كل الامور ديت على مستوى المواقف الدفاعية لازم تمر لعبتك عليها لان انت كل شغلك في الفترة التجهيز قبل البطولان انت بتجهز اللعيب لمواقف لعب هو هيتعرض له يبقى لازم الاول وانا ضغط على الراجل ما بسمعش انه راجل يقطع من ورايا ياخد الدفاعية بالنسبة لل على مستوى الهجوم انا بكسر فيها على مستوى الدفاع وبعلم اللعبة بتاعتي ازاي يدفع عليها كويس نفس الكلام زي ما اتكلمنا كشغل هجومي هنتكلم عليه كشغل دفاعي ازاي انا بوقف سوين انا بعمل سويتش حسب لو فيه بالنسبة للاتنين اللي بيعملوا او ان يبقى كل الكلام ده انا بحط كل المواقف عشان فيه بعض المواقف هنقول هشتغل سويتش وفيه بعض المواقف هقول لا افضل مع الرجل بتاعك وفايت ان او بينفس حاجة هو اتمرن علي لان نفس الشغل اللي اشتغل في ال وفايت 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 ازاي 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 انا لو الراجل جاي ااخد هند انا بعمله بسيبرو بايس يقدر يعدي بطوين ولا بطلع فايت وباستخدم ال انا اعمل بوش واروح للراجل علشان او من الوينج للميدل او من الباس هندوف كل الامور دي كلها هي مواقف دفاعية لازم تعلم اللعيب بتاعك ازاي اتعامل معها على مستوى الدفاع زي ما علمته ازاي يستغل لها على مستوى الهجوض في بعض الامور انا بستغل او بحدد ان انا انا النهاردة في الجيم ده انا عايز اشتغل انا هو قوي عن اللعيبة بتاعتي واللعيبة الزميل والتانيين مش مميزين على مستوى الشوطة مثلا برا ارك ثري بوينت فهنا يبقى انا عايز امنع الاختراقات او فيه لعيب بيجمان قوي ازاي انا هعمل على البيجمان ده لما يستلم وعمل عليه تحت الحلقة وهضحي في لو انا عامل كويسة وعارف ان اللعيب اللي هو هتروح له هو مش شوتر عالي او شوت عالي فبالتالي هضحي شوية بان انا هعمل معاني في بعض المدارس هي بتمنع تماما وبتستغل كل التلاتة التلاتة لعيبة كل اللعيب ملتزم بمانو لكن في بعض البواقف الدفاعية بتتطلب علي ان انا هستغل امتى هستدعي ده وامتى هستدعي بيتوقف بناءا على الفرق اللي انت بتلعبها وما مدل تجهيزك لقبل المباراة للعبتك والمحاضرة اللي انت هتولى قبل المباراة وهتوقف مين ومين هيتعمل عليه هلب ومين هيتعمل عليه هلب خلال جيم ستين زي ما اتكلمنا على هو من الحاجات المهمة قوي لازم هنتكلم على ان يبقى انا لازم امأكد على العيبة بتاعتي ان بعد اي تراي للفرقة لازم يحصل بوكسنج اوت صح لازم مسمحش بان يحصل علي ساكن شوت ودي من الحاجات المهمة قوي لازم امنع تماما ان يحصل ساكن شوت علي وابقى امام امام اي ريباوند ممكن يحصل علي ومن الاساس كل ما بقى فيه قوي انا هقدر امنع ساكن شوت وهقدر الم انا الريباوند ولو لم اتريباوند هقدر اروح على سريع قبل الديفنس ما يبتدي يتمركز على دي فأيا صح طبعا زي ما اتكلمنا على استخدام الاسكريين في الوفنس لازم اعود لعبتي انا هنا هشتغل 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 نوع الدفاع لانت هشتغله لكن لازم تمررهم على جميع انواع الدفاعات على الاسكريين بناء على المواقف اللي هم ممكن يتعلق لها خلال الـ أنا هنا في بعض اللعيبة مش هشتغل عليها غير سويتش انا في عندي اللي بي يعمل سكريين اقدر اتعمال معاه سايز تو سايز ومش هيبقى فيه مسماتش لكن في بعض المواقف اللي بيعمل سكريين بيج مان ولو انا عملت سويتش هيبقى الراجل اللي معاك كورة هيبقى الحلول بتاعته اقوى من الراجل اللي مسكوا بيج مان وفي نفس الوقت هيبقى تحت الحلقة بتاعتي فمش هقدر اعمل سويتش فبالتالي يبقى انا لازم اشتغل ان انا اعمل كونتين امتى هستغل الكنتين او انا الراجل دوت مش عم عنده شوطة كويسة يبقى هو بيعتمد على يبقى انا هعمل وراجل يعدي في بعض المواقف لا انا هضغط على الراجل وخلي مسافة ممكنة كل الامور دي كلها هي مواقف انت بتحطها في التمرين بتاعك في الشغل بتاعك علشان تعلي المهارات الاساسية لللعابة بتاعتك على مستوى الدفاع وعلشان تبقى مرره على كل مواقف الدفاع اللي انت بعد كده بتستدعيها خلال المباراة وتبقى الاحتياج المباراة ديها الترانزيشن ديفنس اللي هو 3x3 full court بريس ان انا زي بتحول من الهجوم للدفاع السريع زي بعمل بريس في 3x3 ازي ان انا بضغط على الراجل ان انا ما خلوش يطلع بره 3x3 بسهولة ان انا خليه يعدي وقت كتير ياخد له 4 ثواني 5 ثواني لغاية لما يطلع بره 3x3 اخليه يطلع out of system لان كل ما انا ما بدغط عليه وما بخلوش يطلع بسرعة وما بيطلعش بالoutlet plus بتاعه سريع بره 3x3 كل ما الوقت ما بيعدي كل ما هو بيطلع out of system وبتدي يروح للعب الراندم العشوائي وده صالحي ان كل ما اللعبها اللي انا بلعبها بيروحوا لانهم يلعبوا out of system كل ما انا اقدر اعمل defense عليهم كويس قوي لكن كل ما الفرقة بتعمل 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 بsystem كويس وعندها space offense كويسة سواء بتعمل off سواء بتعمل off screen سواء بتعمل screen and ball بتعمل call اللي بتاعها والمنظمين على المستوى الهجوم هنا هيبقى فيه معاناة شوية على مستوى الدفاع يبقى التارجت بتاعي ان انا ازاي تحول بسرعة لترانزيشن defense ان انا اضغط بعض البسكت ما بجيبه ان انا اضغط بسرعة على اللعيبة على اللعيب اللي مع الكرة الاول ان انا ما خلوهوش يطلع او ثلاث بسهولة ان بقيت اللعيبة بتاعتي تضغط على الاتنين اللعيبة التانيين ان هما ما يستلموش او ثلاث بسهولة لو راجل لجاء للدريبل ان انا خليه يعمل change direction جوه arc 3 point كتير عشان يطلع عشان يعدي وقت كتير من الهجمة بتاعته ولما يطلع برا 3 point يبقى قدامه عبادة كتير اوى 5-6 ثواني عشان يبدأ هجمة جديدة فبيبتدي يلعب عشوائي هو يلعب بفردي simple set for 3x3 طبعا بعد كل الشغل اللي احنا عملناه على مستوى offense وتجهيز الفرقة على مستوى skills والمهارات الاساسية والoffside screen والhand off والdribble hand off والscreen ball انا بتدي ندي simple plays لبعض الالعاب البسيطة اللي اللعيبة ممكن تستغل لها ويبقى من خلال system الهجومي بتاعي play one هنستغلي فيه hand off اساسا pass hand off بعد position 1 ما بيسلم الكرة اول ما بيسلم الكرة بيروح ياخد hand off وهنا هو عنده حلول انه هو يقدر من hand off يقدر يلعب ويروح على البسكت او يقدر انه هو يقرى situation ساعة flare screen ممكن انه يلعب one in one situation ويستغلي السكيلز بتاعته position 3 بيطلع يعمل screen flare screen للراجل بيبقى الراجل ده عنده opportunity انه يطلع position 2 تحت البسكت من flare screen او يقدر انه يطلع position 3 على open shot 3 point سريع ده simple plays ممكن نسميه one واللعب هتبتدي من rebound يحصل call والول هو هي العبية set lay الفرقة اللي قدامي عندها shortage في miss match او في الاطوال بتاعتها فبالتالي انه position 1 بيبقى معك كرة position 2 بيجري بياخد screen down screen من position 3 وبيفتح على arc 3 point هنا هو عنده الفرصة position 1 انه يدي لراجل الشوتر او يدي ساعة لو يحصل هنا switch يبقى عندي miss match تحت الحلقة position 3 انه يقدر يستلم الكرة بمنتهى سهولة لو ما طلعش الباس هنا او ما طلعش الباس position 3 على position 3 بيطلع يعمل top screen position 1 ينزل منه الراجل على drive penetration يقدر يروح منه على الباس كتب سهولة او انه يقدر يدي الباس بتاعته position 3 على inside pocket pass سريعة او يقدر يدي الباس position 2 key count على 3 point shot play 3 وده بنستغل منه هنا هو القصة بتبقى drive handoff من double drive يروح الراجل يعمل drive handoff مع position 2 وهنا في situation ده ساعة drive handoff ممكن الراجل يروح على الباس كتب على طول ويجلي الراجل اللي بيعمله handoff اساسا وممكن انه split down على الحلقة فبالتالي هيبقى الراجل اول لما هياخد الكرة هيطلع له على طول position 3 يعمل screen الراجل ده عنده فرصة انه يروح على الباسكت direct penetration سريع او يستنى الsplit لو حصل switch انه يستنى الsplit اللي هيحصل من الكرة ويدي الكرة او يدي الكيك out للراجل اللي على او شكل منظم على مستوى الهجوم special plays on 3x3 طبعا special plays هي من الالعاب اللي احنا بنستغلها دايما في وفي الاوقات اللي احنا المفروض عايزين نكسر التيمبو او الريتن بتاع الجيم او في بعض الاوقات اللي انا محتاج ان انا اجيب باسكت سريع او ان انا اجيب هجمة سريعة اخلص منها واثنين بونت يعني حسب الجيم special one زي ما احنا هنتكلم هنا هو بتبقى من الهاندوف اساسا وانا بعمل الهاندوف انا بدي الباصل الاولانية ل position 3 وبياخد من position 2 وبرجع تاني على screen تاني على drive على طول على screen cut على طول على الحلقة ودي دايما بتبقى في حلقة من الغبطة للدفاع انه بعد filler screen يقابله الراجل تاني ب screen وراجل دور بيروح على الباسكت بمنتهى السهولة وياخد easy layup او ان هو يقدر يطلع الباصة لو الاثنين راحوا مع اللعيب اللي قطع على الباسكت قدر ردي كرة للراجل اللي على 3 point ودي برضو من الالعاب البسيطة السهلة اللي ممكن ان انا جيب منها باسكت بمنتهى السهولة وهي بتعتمد على 3 point ان انا عايز اخلص كرة 3 point shot position 1 يسلم الكرة ل position 2 ويروح جاي position 3 يعمله flare screen سريع والراجل يقطع لل long corner على arc 3 point بياخد open shot clear 3 point shot وتبقى شوطة سريعة لو الراجل ما شط سريع على البسكت لو ما قدرش يسلم الراجل اللي قطع والكرة راحت position 3 وما اخذ open shot سريع position cb off side screen position 2 cut على البسكت ويعمل replace لمكانه ثاني وساعدت بيبقى الراجل عنده انه يامات ان يسلم inside cut للراجل اللي قطع على البسكت او يضي الباصة open shot position 3 clear open shot على arc 3 point special 3 ودي من الالعاب السريعة اللي بنستغل لها في الجيم وبنحفظ ها للعيبة بتاعتنا simple plays بسيط خالص بيعتمد على ان position 1 بيبقى معا الكورة بيلف على position 2 ده ساعت عشان نستغل الميسم match وده دايما بيبقى position 1 dribble life في التوقيت ده هنا في وقت الراجل ده وهو one and one skills عالي يقدر انه يضرب ويروح يحط بسكت بسكت بمتها السهولة او يستنى يبص على الميسم match اللي هيحصل لو هنا تعمل switch في situation ده هيبقى ميسم match عندي big man تحت بسكت بمتها سهولة يقدر انه ياخد الكورة او قدي الراجل ده هنا هو quick kick shot سريعة على open shot لو الراجل ده استلم و و و و و و هقدر هنا هو انه اسلم الكورة insight تاني لل big man تحت الحلقة واروح اعمل off side screen الراجل ده يقدر يلعب one on one الاثنين دولت بيشغله defense off side screen الراجل ده يجي على الشوطة والراجل دوت بينزل cut على البسكت و دايما بيبقى من الحاجات effective قوي لانه بيبقى عندي space offense أو space بيقدر ان off side screen بيبقى فيها clear و الراجل ده يقدر يلعب ومنتهى السهولة one on one situation وهو بيلعب لو الديفنس معاه قوي يقدر يطلع kick out لو حصل عليه سواء للراجل الشوتر اللي بره أو للراجل اللي قطع على البسك as a coach as a team leader how to prepare your team before and during the competition دي من الحاجات المهمة قوي ان انت ازاي بتجهز الفرقة بتاعتك وبتحضرها آآ للكمبيتيشن طبعا قبل البطولة كل الشغل اللي احنا تكلمنا عليه ده بيكون قبل البطولة على المستوى البدني على المستوى المهارات الأساسية وهنتكلم في كل حاجة لوحدها قبل البطولة بنعمل ايه أثناء البطولة بنعمل ايه وده بيبقى دور ال coach لأن احنا مقتنعين من المدير الفني آآ لأي منتخب أو لأي فرقة هو دوره بينتهي مجرد الماتش ما بيبدأ آآ لكن هو ليه دور كبير قوي قبل البطولة في تجهيز الفرقة وأثناء البطولة عشان توصل للمستوى آآ متقدم في البطولة اللي انت بتلعبها أو تحقق البطولة ليش شغل أثناء البطولة وأثناء المباريات وتجهيز للمباريات واللعابة بتاعتك تبقى فاهم هي بتعمل ايه وبتلعب ايه وبعض الفرقة بتسافر من غير coach بيبقى هم عبارة عن مجموعة مسافرين أربع لعيبة أكتر لعيب experience فيهم ده اللي هو التيم leader بتاع الفرقة هو اللي بيبقى ليه دور ده أثناء البطولة دايما أو قبل بداية البطول before the competition نقولنا قبل الcompetition انت هتعلي skills training بتاعتك المرة واحد skills training اللي هي المهارات الأساسية كلها بقى اللي احنا ذكرناها كلها على مستوى الهجوم وعلى مستوى الدفاع shooting percentage three point percentage free through one on one situation skills dribble hand off على مستوى الشغل الجماعي شوية off side screen pass and cut rules على مستوى الدفاع how to defense against everything defense against screen and ball الدفاع على الدفاع على the toss and cut rules off side screen بنتعمل مع سيا ازاي المستوى الدفاع ازاي بنعمل boxing out كل الامور على مستوى skills بتجهز فرقتك قبل البطولة من خلال جرعات تدريبية مختلفة انت بتخطها وبتجهز فرقتك عليها بحيث ان انت يبقى الفرقة جهزة في جميع مواقف اللعب اللي انت هتطلوبها منهم بعد كده physical training ودي من حاجات المهمة قوي اننا يبقى اللعيب بتاعي انت رايح على بطولة رايح على competition سواء بقى بطولة افريقية بطولة كاسعالم سواء على مستوى الدولي المحلي بتلعب بطولات 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 ازاي بتجهز الفرقة بتاعتك لازم نبقى فاهمين ان الجزء البدني ممكن بيلعب من ماتشيلي 3 مباريات في اليوم لازم يبقى الجهاز الدولي التنفس بتاعه جاهز لازم cardiovascular endurance عالي القلب والدورة دموية بتاعته الجهزين للمجهود البدني اللي هو هيتلقاه المascular strength اللي هو القوة العضلية بتاعته لان انت بتستخدم بطولة بيبقى فيها ماتشاط فيها عنف قوي قوي بيسمح بيها بالبادي كونتاك كتير قوي لو اللعب مش جاهز على مستوى القوة العضلية هيفقد عنصر القوة خلال المباريات المascular endurance اللي هو التحمل العضلي ذات نفسه انه يتحمل تلات ايام وربعض فيها مجهود عضلي ومجهود بادي كونتاك عالي الفليكسابلتي السبيد السرعة السبيد endurance التواطق المرونة كل العناصر البدنية انت بتجاهز اللعبة بتاعتك قبل البطولة اننا جميع عناصر البدنية تكون جاهزة للحمل او الشدة التدريب الشدة اللي هتحصل خلال الكمبيتشن اننا رايح العبها لان زي ما قلنا ممكن يباللعب فنيا عالي اوي 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 لكن مش قادر يستحمل ضغط المباريات وبيفقد كل يوم القوة بتاعته وبيفقد العناصر البدنية لانه هو مش جاهز على الاحمال التدريبية بالحجن طبعا التاكتك ترينينج ازاي بتجهز الفرقة على مستوى كخططي ان اللعبة بتلاعب عشوائي لازم بقى في عندي سيمبل بلاي زي اللي احنا شرحناها لازم بقى عندي سبيشيال بلاي زي اللي احنا اتكلمنا فيهم مواقف لعبة مختلفة بتستدري الجيم ده محتاج ان انا هلعب فيه ان انا يبقى عندي اوصل الفرقة لل الترابل فاول بدري عشان اقف افوق اشوت كتير لازم ابقى مجهز الفرقة على مستوى التاكتك على الاقل ان هم يلعبوا من خلال سيستم مايبقاش فيه لعب عشوائي وده من خلال الشغل اللي انا شغلته برضو قبل ان انا بابقى امجهز دايما قطة اتنين تلاتة اربعة حسب الكواليتي بتاعت اللعيبة اللي عندي وان انا ببقى بستغل المهارات الاساسية عندي لعيب شوتر عندي لعيب داشر عندي لعيب يقدر يستلم تحت الحلقة كويس هلعب على الميس ماتش كل المواقب دي كلها يبقى انا بخط التاكتك خناء على الامكانيات والقدرات بتاعة اللعيبة اللي انا مسك المنتل ترينج وده احنا بعض المدربين بيغفالوا الكلام ده كتير قوي ان انا لازم اللعيب بجهزه للبطولة وده بيحصل من قبل البطولة واثناء البطولة قبل البطولة ان هو لازم يتعلم ان هو ازاي يتعامل في موقف اللعب المختلفة ازاي ان هو يبقى جاهز وجهازه العصبي والزهني يبقى حاضر دايما خلال موقف اللعب المختلفة اه الجيم في 3x3 هو جيم قصير لكن بيبقى فيه مواقف لعب كتير قوي فيه اكتر من 120 موقف خلال الجيم اللعب يتعرض له سواء على مستوى الهجوم او على مستوى الدفاع ازاي بياخد القرارات وازاي يبقى قراراته صحيحة كل ما هيكون زهنيا اللعيب زهن وحاضر خلال الجيم كل ما هتبقى قراراته اصح كل ما انت ما بتحط له مواقف اللعب الكتير خلال التمرين انه تغير له مواقف اللعب سواء على مستوى الدفاع او على مستوى الهجوم كل ما انت ما بتعلي جزء المنتل بتاع اللعيب انه يقدر ياخد القرار الصح في التوقيت من الثانية طبعا تجهيز اللعيب على مستوى التركيز الزهني خلال وقبل المباريات ده حاجة مهمة قوي واثناء وانبتوين ما بين المباراة والمباراة ازاي بيجهز نفسه زهنيا للجيم ده حاجة مهمة قوي هنتكلم فيها اثناء الكمبيتشن دور الكمبيتشن اثناء الفطولة دي من الحاجات المهمة قوي ان انت اثناء البطولة لازم تعمل ازا كوتش او ازا تيم ليدر في بعض الفرقة بتسافر بتيم ليدر يعني واحد من الاربع العيبة دول هو اللي عنده الخبرة وال لعبها انه هو الكوتش بتاع الفرقة لكن على مصور المتخبات طبعا انت كهيد كوتش او كمدير فني للمنتخب لازم لازم تدرس الفرقة اللي انت هتلعبها لازم تعرف عناصر القوة ايه في الفرقة اللي انت هتلعبها لازم تعرف الفرقة دي بتعمل ايه في سيستم الهجوم بتعمل ايه في سيستم الدفاع بتاعها عشان تقدر تدي محاضرتك للعيبة وتجهز لهم الشغل بتاعهم اللي هم هيشتغلو خلال المباراة لان من الحاجات المهمة قوي اللي انت بعد ما بتدرس الفرقة اللي قدامك ان انت توصل للعيبة بتاعتك ده دورك اللعيبة اه انت ببقى موجود معاهم خلال الجيم انت بتبقى في المدرجات لكن اللعيبة بتنفز للسراتيجية والسيستم اللي انت قلته اذا كوتش احنا بنختار اللعب الفرقة دي على مستوى الهجوم هلعبها ازاي هل احنا عناصرنا الاطوال عندنا اطول من الفرقة دي هنلعب على هنلعب على ان احنا يحصل لو الله الفرقة دي اطولها اعلى مني وانا بتاعي بتاعي اطولها اقصر فانا هم اطولهم اعلى مني فانا هوصلهم للتراب الفاول احنا عارفين ان ان انت بتوصل بعد كده بعد الفاول التاسع بتوصل لشبتين وحيازة يبقى انت ازاي ان انت توصل الفرقة دي من البداية الجيم ان انت تلعب على عشان توصلهم للتراب الفاول وتستغل الميسماتش بس بطريقة عكسية لو هم اطول منك ان انت مع سويت شات هيبقى انت معك دايما الراجل الطويل ازاي الراجل اللي عنده بول راب الفاول بسرعة تبتلي توقف على الفاول شوتنج انت بدلي تقدر تعمل وتقدر تسوق لاتجاه المكسب يبقى انت من البداية ازاي هستغله على مستوى الهجوم هستخدم ايه في انواع الاسكرينات على مستوى الدفاع بتاعي هنشتغل هلب ولا لأ هنشتغل كل اللعيب ماسك اللعيب بتاعه ومش هنعمل الهلب لان اللعيبة دي ما فيهش مثلا لعيبة شوترز كتير فمش هياخدو كيكاوت عندهم البنتريشن اكتر فانا هوقف الدرايب لكن هضحي شوية بالشوتة لانهم ما عندهمش نسبة شوتنج عالية في سريكوين كل ده من خلال الحاجة الاولانية اللي انت عملتها اللي هي من خلال دراستك للفرقة اللي انت هتلعيد طبعا طبعا كل جيم ليه تجهيز الخاص بيه على مستوى البدني ازاي بتعمل الورمات بتاعك ازاي بتجهز الفرقة قبل الجيم ازاي بيبقوا جهزين وكل جيم بتاعك بيبقى نيو ستارت للجيم مش للبي لان انت بتلعب خلال اليوم ممكن تلعب ماتشين او تلات ماتشات فانت بالتالي كل جيم يبقى لين ستارت بتاعته التجهيز البدني بتاعه التجهيز الورمات بتاعه المنتاليتي ازاي بتجهز اللعيبة بسيميوليشن اه لمواقف اللعب قبل ما يدخلوا خلال الجيم ازاي بتحطو بتحطو لهم التعليمات اه على مستوى الهجوم هنعمل ايه على مستوى الدفاع هنعمل ايه مع اللعيبة معينين هنا هنعمل سويتشات هنا مش هنعمل سويتشات انت هتشتغل ايه نوع التكنيك اللي هنشتغل ايه نوع سيبلي اللي احنا هنشتغل وهيبقى افكتب النهاردة في الجيم ده من خلال برضو التحليل بتاعت للفرق اللي انت بتلعبها هتختار نوع الهجوم اللي انت هتشتغل التكتك بتاعك هيبقى عامل ايه بتاعتك هتبقى لتتوافق مع الجيم ده ايه الكل داون and recovery after every game طبعا من دورك ان انت تبقى فيه تعليمات صارمة وقوية للعيبة ان بعد كل جيم يحصل الكل داون الكل دا بيبقى من خلال الريكوفري بعد الجيم سواء انت اللعبة بتعمل بتاخد شاور بتفصل تماما عن الجيم وبتبتدي تفصل تماما عن اجواء المباراة علشان تجهز نفسها لو فيه جيم تاني بعد كده او جيم تالت بعد كده كل الجيم يبقى ليه التجهيز بتاعه ولكن الكل داون من الحاجات المهمة ابعد تماما اللعيبة انها بعد بعد الجيم تبتدي تمسك الموبايل وتتعامل مع السوشيال ومع السوشيال ميديا ومع الجهاز العصبي يعني دي من الحاجات اللي للأسف بتأثر كتير قوي على الليبل والمستوى بتاع اللعيبة خلال اليوم خلال المباريات المختلفة اللي بتتلعب بتتلاقي ان بيحصل بيرن للنيرو سيستم الجهاز العصبي بيتحرق لان هو قوي بيشغل نفسه بحاجات تانية غير التركيز في المباريات how to use the periods between the games دي الحاجة اللي احنا برضو يعني عشرنا لها من شوية ان انت الفترات اللي ما بين المباريات هل ساعتين تلاتة لمدة ساعة ولا حاجة يقدر ياخد شاور يقدر يفرد جسمه في مكان يعمل cool down بطريقة معينة ده دور برضو الراجل الفيذوثيرابي اللي مع الفرقة وراجل بتاع الكونديشنينج اللي موجود مع الفرقة ازاي ان هم الفترة الزمنية اللي ما بين المباراة والمباراة ازاي هو عامل كنترول على اللعيبة وما يسيبش اللعيبة يتشتت زهنها او انها تبقى بتعمل حاجة ترهقها وما تخليهاش تبقى جاهزة للجيم اللي هيبدأ بعد ساعتين او تلاتة كل الحاجات دي مهمة قوي وخصوصا في الفرقة اللي بتحاول توصل للفاينال والفاينال بتاع البطولة لازم يبقى تعليمات صارمة لكل حاجة بتتعمل خلال الجيم خلال فترة الراحة امتى هيكل امتى هياخد هنا هوة السناكس بتاعته امتى هيبتدي يجهز نفسه للورم اوب امتى بعد الجيم هيعمل دلوقتي هنخش على الكل داون امتى هندخل للمحاضرة بتاعته الجهيز للمباراة كل الحاجات دي بتقى بسكادول ثابت ما تمشيش الامور عشوائية ما تمشيش الامور بشكل سايبين واللعيبة هي لتقود لان مهما كان اللعيب برضو صغير ما عندوش كم القبرات دي ممكن يعمل حاجات تطلعه بره التركيز يجي تلاقي نفسه بيلعب مطش سيمي فاينال ولا حاجة ما جهسي او ما جهسي نفسه مع انه احسى من الفرقة اللي هو بلعب لك تلاقيه قرية دي هو مش جاهز للجيم تلاقيه خسر الجيم وطلع بره البطولة مع انه ممكن يكون من احسى فرقة البطولة when to use special plays امتى بنستخدم ال special plays اللي احنا شرحناهم ان احنا بتبقى دائما احنا اقول ان انت عندك special plays وعندك set play سابت ال special plays ده عشان نعمل saving لل time out ان انا بعمل save لل time out ان انا ماخدش time out اروح رايح على طول عمل بدل ما اروح ل set play بتاعي الطبيعي اعمل call special plays معين سواء بقى من ال hand off الاولانية او من ال rebound واقول على طول special plays اللي انا هلعبها عشان اغير بدل ما اخد طيما وطول احنا هنلعب لا انا بكشر على طول tempo بتاع play بتاعي بان انا بحول من set play لل special play to change momentum او rhythm بتاع اللعب بتاعي ان انا الفرق بتدي تحفظ التاكتك بتاعي بتدي تتعامل مع دفاعين كويس بتدي تبقى حفظة احنا بنعمل ايه في offense لازم اكسر الكلام دو تغير الرتم وال tempo بتاعي بان انا الجأ special plays يكسر شوية ال rules اللي الفرقة التانية حفظتها بالنسبة لنا على المستوى الدفاعي to mix up defense عشان خطر اعمل دربكة شوية على مستوى الدفاعي هو تعود ان الرجل من البيج من فبيعمل عليه switch لما انا بعمل plays مختلف هو مش حفظه هو مش فهمه مش عارف ان هيتعمل off screen ولا down screen ولا من خلال الشغل اللي انت حطه في ال special plays فده بيعمل دايما دربكة على المستوى الدفاع وبيخليك تدرك بسهولة في بعض المواقف انا عايز اكثر عايز اعمل بتاعي عشان اكشف miss match لقيت الفرق اللي قدامي فيها عنصر الطول انا بالنسبة لي اعلى وهو بيشتغل switch chat مثلا فانالحيز تدوت وانا عندي بعض الالعاب ال special فيها screen من الرجل big man لل guard على شوطة فساعدتها هم هيعمل switch فانا عايز اعمل isolation للرجل اللي بيعمل ال screen عشان هو في miss match تحت الحلقة فانا طبعا فيه four helpful hints to control the game momentum عندي اربع حاجات اصرار كده هو بتخليني ان انا اتحكم في الجيم والtempo بتاع الجيم منها ان انا i can call time out لو انا مثلا شايف ال scroll ابتدى يفتح او ان انا الفرق ابتدى التعاوض علي او 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 ابتدى ان انا اطلب كل بطلب time out عشان خاطر اكثر التمpo بتاع الجيم سواج التمpo ده انا بالذات لو هو مش في صالحي لكن لو التمpo في صالحي يبقى انا فضل وماشي بنفس التمpo لغاية لما خلص الجيم لكن لو التمpo ضد الطيار او ضدي انا شخصيا انا خسرها مثلا او ان انا مش عارف اجيب باسكت بقى لي كازا هجمة يبقى انا التوقيت ده لازم اطلب time out طبعا الكلام ده بيبقى من خلال اللعيبة دي الحاجات دي لازم تبقى تعليمات بتروح للعيبة هم اللي بيينفذوا الكلام ده لان انا بره كازا كوتش انا موجود بره في المدرجات مش هقدر ان انا اوصل وانا ممنوع مني ان انا اتكلم مع اللعيبة فلازم ال concept ده يبقى عند اللعيبة وبيفهموا امتى يستغلوا time out امتى بيستغل substitute player يعني انا انا هغير لعيب عشان اغير برضو التمpo انا محتاج ان انا دوقتي العب عالميسماتش محتاج ان انا لا والله اللعيبة دي قصيرين وانا عندي مشكلة ان اللعيب الطويب بتاهم مش عارك يتعامل مع اللعيبة الاصارين بقى انا هعمل substitute دلوقتي واغير اللعيب عشان غير عشان خاطر اغير التمpo والرتم بتاع الاداء بتاع الملعب look for a mismatch في بعض المواقف ان انا عايز اكسر التمpo بتاع الملعب ان انا اشغال مثلا وشوطة وهنضوف وشعركوا كلام من ده من غير ما استغل الميسماتش تحت الحلقة ومن غير ملعب inside لا انا بغير التمpo وعايز اتحكم في كنترول الجيم وانا عايز اجيب الهجمة دي عايز اجيب باسكت يبا انا هلعب على الميسماتش وهبتدي بص على الميسماتش وساعدها زي ما قلنا في السيليكشن الاولاني ان انت بيبقى عندك لعيب power forward يبقى عنده استلام تحت الحلقة يقدر يلعب في الوقت ده انا ازاي يستغل الهجة دوت عشان اغير او عشان اعمل كنترول للجيم رابع حاجة make extra pass من الحاجات اللي بتخليك تعمل control of the game ان انت تطول الهجمة بتاعتك ان انت يحصل drive penetration تطلع key count يحصل extra pass الراجل ياخد open shot clear كل دي من الحاجات اللي بتخليك تعمل control للgame situation بتاعك عشان بتبقى رايح للنظام اكتر رايح للهجمة الطويلة اللي بتدعي الدفاع وبتخليك ان انت تعدي الوقت للجيم وخصوصا لو انت كنت متحكم في الجيم والسكور بالنسبة لك انت فانت دي من الحاجات اللي مهمة جدا اللي انت بتخليك تجيب easy basket بمتها سهولة او تخليك تطول هجمتك ان ان انت بتلعب على دايما على 3x3 دي بعد الشغل اللي احنا شغلنا ده كده كله بعد كل اللي احنا عرضناها في حقيقة لازم نقتنع بيها ودي هي اللي بتوصلنا للنتيجة النهائية 80% of all games are lost by four points or less يعني 80% من المباريات بتخلص فرق أربعة بنت أو أقل play to win لازم ألعب عشان أكسب لازم ألعب عشان أكسب وطول مانا ما ألعب عشان أكسب يبقى لازم الاول اكون حضرت لعبة كل الشغل اللي احنا قلناها في الاول خالص من اول ال outcomes اللي احنا عايزين ها اللي احنا نطلعها من اللعبة بتاعتنا المخراغات الهاندوف الدفاع على كل العناصر والكاكتورز اللي احنا قلناها عنهم على مستوى الهجوم على مستوى الدفاع كل الكلام ده كله انت ممكن تخلص الجيم تلاقي نفسك جلية 5-6 free through جلية 10 core 3 point كل الكلام ده لو انت بتشتغل عليه على مستوى التدريب على مستوى التدريب بتعليه تأكد 100% ان انت هتقدر تكسب وهتقدر انت قريب وند قوي لأي مباراة انت بتلعبها لازم اللعبة بتاعتك تبقى مقتنعة لازم الاول تتعب على مستوى التدريب ولازم تبز المجهود عالي قوي لازم تبقى جاهز قبل البطولة في الشغل اللي احنا قولناها قبل البطولة بتجهز ازاي اثناء البطولة ودي دي مهم جدا لان انت ممكن تضيع كل اللي انت عملته والانت تعبته اثناء البطولة بين انت خلال المباريات واثناء البطولة انت مش مجهز نفسك سواء على تحليلك المباريات على تجهيزك لقراءة الفرق اللي انت هتلعبها هاوتو بلايز جيم كل الامور دي كلها هي دي اللي بتوصلك لان انت توصل البطولة سهل جدا ان انت تكسب 3x3 سهل جدا ان انت تحقق بطولة سهل جدا للمنتخبات العربية انها هيبقى لها دور وثقة قوي وتواجد بقوة على مستوى البطولات العالمية سهل جدا من سغلال 3x3 انت توصل للأولمبياد ممكن يكون اكتر من 5x5 لكن ازاي تجهز نفسك ازاي تتعب ازاي تبز المجهود وتجهز برقيتك وجهزين وازاي تعلي بتاع اللعيبة بتاعتك عشان في الاخر احنا في فاكت احنا مفتنعين بها جدا ان انت 4x4 ده اقصى حاجة ممكن انها 80% من المتشار بتخلص باللسكور ده او اقل كتير جدا بنت واثنين بنت الجب ما بيبقاش كبير قوة بين الفرق لان الحتة اللي احنا تكلمنا فيها دي التجهيز قبل واسناء البطولة على مستوى الفني وعلى مستوى الفيزيكالي وعلى مستوى المينتالي ده مهم جدا الفرق اللي بتستغل الامور دي كويس وبتجهز ها كويس سهل جدا انها توصل للبطولة اه 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 خلصت اي حد محتاج اي تساؤل اي استفسار محتاج البرزنتيشن اونلاين اه دي ده الاكاونت بتاعي دي تليفوناتي دي ارقام التواصل معايا انا اكون سعيد جدا واتمنى ان احنا هنتواصل مع بعض في اي معلومات يمكن الوقت بتاع المحاضرة كان مضغوط شوية ممكن الناس عايزة تعرف اي استفسار تانية انا تحتأمركم في اي تساؤل وان شاء الله التوفيق للمنتخبات والبرك العربية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بإذن الله